اتخذ عدد من طلاب جامعات عراقية الفرشاة سلاحهم والرسم هدفهم من أجل نشر الوعية بهمية الحفاظ على البيئة بعد تعرضها للتلوث الناتج عن الحروب حيث تعتبر منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء هو أكبر خطر بيئي على صحة الإنسان تتزين جدران شوارع مدينة السليمانية في كردستان العراق بلوحات تشجع على الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث رسمها طلاب فنون في إطار مبادرة لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات والحد من استخدام السيارات قررنا الرسم على جدران المنازل القديمة على طريق رئيسي للتأثير على الناس وحملهم على العمل من أجل بيئة نظيفة البيئة مهددة لا سيما كردستان ولذلك فكرنا في هذا العمل الفني وعلى أمل أن تسلط هذه الجداريات الاهتمام على التهديدات البيئية في البلاد قام ثلاثة طلاب في جامعة السليمانية برسم لوحة جدارية طولها ستين مترا وعرضها أربعة أمتار تضم صور رجال ونساء يركبون الدراجات ليس العراق وحده بل العالم بأسره مهدد بالتلوث البيئي العمل الذي تراه خلفي يلقي الضوء على زيادة في عدد السيارات يبلغ عدد سكان كردستان خمسة ملايين نسمة وأربعة ملايين سيارة بحسب الإحصاء منظمة الصحة العالمية تعتبر أن تلوث الهواء هو أكبر خطر بيئي على صحة الإنسان حيث تعاني العراق بعد سنوات طويلة من الحروب تعاني من التلوث بسبب الاستخدام المكثف للرصاص والذخيرة والذي يعد سببا رئيسيا لزيادة تشوه المواليد وكذلك الإصابة بمرض السرطان